بمناسبة 17 يوليو ده معادل مباراة النهائية اللي الاتحاد الافريقي كان حدد لها الدار البيضة موعدا لهذا اللقاء اللي الاول مرة يتلعب من المباراة واحدة وكمان في ارض محايدة صحيح ان كان ممكن ما تبقاش محايدة لو كان الوداد عملها وتآهل على حساب كايزر تشيفز لكن 180 دقيقة فشل الوداد ان يهز الشباك هذا الفريق الجنوب افريقي اللي البعض بيحاول يسوق له دلوقتي ويروج له انه فريق ضعيف وانه انه انه وانتوا شايفين محاولات التنويم المغناطيسي اللي الاهلي ماشي ازاي يقول لك قصو ما هو ده ما سجلش الهدف واحد هو سجل هدف الدار البيضة بس كمان دفاعه الحكيم والمتين والمحكم ما استقبلش اي هدف طوال 180 دقيقة من الوداد المغرب فعشان كده خبرنا الكبير دكتور طي اسماعيل كان عنده حق مبرح شفته هو بيحذر من هذا الفريق يا جماعة لا طبعا ادبيات الاهلي وثوابته دايما انه هو لا يستهين باي منافس ويحترم الجميع وعنده دايما وابدا تقدير لأي فريق بيوجهه وشفته الاحترام الكامل للتراج التونسي كان نتيجته ايه اه انت كسبان في رادس واحد صفر عندك افضلية في مباراة العودة لكن الكل اللي تعامل مع هذه المباراة باحترافية شديدة جدا وابتعزيز لمنهج الناد الاهلي اللي هو مهما كانت نتيجة المباراة اولى يبقى دائما وابدا الفريق البطل بثقافة البطل وشخصية البطل وخبرات البطل عارف انه ولا كأنه اي حاجة حصلت كل التركيز في المهمة فكان التركيز قدام التراج التونسي كفيلة بتحقيق هذا الفوز الكبير اللي الحقيقة جان الاهلي من وراء عدة ارقام كياسية هقولكو عليها في ثانية حلقة اليوم